لكن كما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله الكاف تعلم الدرس النهاردة للاتحاد الأفريقي بعد عدة نقاط مهمة الأولانية أنه أعلن أنه نهاية دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة هتلاقب أيضا من مبراه واحدة لكن تعلم درس الأزمة مع النادي الآلي اللي كشف عن هذا العواري الموجود وأعلن أنه المباراة هتقام النهائي من المباراة واحدة ولكن تحدد اسم الدولة المنظمة قبل إجراء أرع الدور التمانية كتوقيت مبكر حسما لأي جدل ودي بتؤكد أن ما قام به النادي الآلي أتى ثمره أنه ألح على العواري الذي أصابه للتنظيم في النسخة الأخيرة الاتحاد المحلي مش ممكن هيكرر اللي عمله أما هيجي هيحدد مقفه عايزة نظم ولا مش عايزة نظم وتاني وتالت ده قرار اتحاد مش قرار نادي يعني من دلوقتي بنقول لهم ده قرار اتحاد مش قرار نادي بس أنا كنت عايز يحصل تعديل صغير ياريت بالتواصل والمشاورات لو وصلنا له يبقى هو ده العدل ماشي يعملها من المباراة واحدة كويس أنك هتعلن قبل قرع الدور التمانية ماشي ولكن ما تحط تلت دول اختار تلت دول بحيث أنه يبقى دايما في دولة محايدة يعني لو وصل طرفين يبقى المتش في الدولة المحايدة وترايح دماغك ما تنشغلش بالأسباب التسوقية لأنه ده فاينل أفريقيا جاي جاي يعني أنت لو حطيته في أي دولة هتعرف تروجله هتعرف تسوقه وحيتمتع بحضور جماهيري وكل بس هيبقى فيه تكافؤ للفرص فأرجو لو اكتمل بالخطوة دي يبقى كده عبدان العيب ويبقى خلاص احنا كده خرجنا من المشكلة بإصلاح طيب الاتحاد بيعلن كمان أنه من النسخة الجاية النسخة اللي بعديها البطولة هتتلعب من ثمن مجموعات في 24 و 25 هيلعبها من ثمن مجموعات وما قالش النظام هيبقى ماشي ازاي لكن لوضع المواعيد مبكرة للنسخة اللي هتبدأ في سبتمبر اللي جاي قال أنه إقامة دور التمهيدي الأول خلال الفترة من 9 ل 11 سبتمبر ثم مباريات الدور التمهيدي التاني هتبقى في أكتوبر مباريات ملحق الكونفدرالية هتبقى من 12 نوفمبر إلى 9 نوفمبر ثم دور المجموعات في دور الأبطال ودي مهمة بالنسبة لنا احنا هنا دور الجولة الأولى هتبدأ فيها في شهر فبراير من 10 حتى 12 فبراير بداية دور المجموعات تخلص دور المجموعات في المجموعة السادة في إبريل في 2 إبريل ربع النهائي من 21 إلى 23 إبريل ذهاب نصف النهائي في شهر مايو المباراة النهائية لدور الأبطال والكونفدرالية هتبقى في الفترة من 2 ل 11 ستة من 2 ل 11 ستة كل ده جميل لكن لازم يبقى متصق مع إدارة المسابقة المحلية وهو ده التحدي الحقيقي ولازم من دلوقتي قبل ما تتضح حاجات كتير عشان ما يتقلش إنها متفصلة عشان حد يتقل نظامنا السنة الجاية حيكون عامل إزاي لأن الحقيقة ما نقدرش نكمل بهذا الازدحام وتواصل مواسم اللعيبة والله المنتخب هو اللي بيدفع على الثمن طبعا لعبتنا مش قادرة تلعب ما هنعايز أقول لك على حاجة عشوان بدليل بدليل يا أستاذ إبراهيم كل اللعيبة الأساسية في منتخب مصر برا مستوى أهل زمالك بيرانت كل اللعيبة الأساسية وإنت دلوقتي اللي واقف على حلو شوية بعض العناصر من المنتخب الإلومبي واللعيبة الجديدة اللي ما تضمتش قبل كده بتشوف منها بعض المجودة لكن ما بتشوفش منتخب يعني عملي يقول لك منتخب ومعندناش لا أنت عندك بس أنت مصلم لحالة يرسلها ده تأكيدا للحالة ديت يا بشماندس هو الاتحاد الأفريقي هو بيقول لك في شهر 9 في سبتمبر الأسبوع الأول 9 على 12 سبتمبر هبدأ دور الأبطال والكون في درالية طيب إذا كان هيبدأ في الأسبوع الأول من شهر 9 الدورة بتاعنا هيخلص 30 أغسطس فين بقى فين الراحة وفين فترة الإعداد وفين أي حاجة ما فيش حاجة خالص وبشهر 9 المنتخب يلعب المطشين بتوع ملاوي يعني شهر الدورة هيخلص 30 ثمانية الأربع أندية اللي هتشارك في الدورة الأبطال والكون في درالية هيبدأوا في أول 9 ثم المنتخب هيبدأ في النص الثاني من 9 ومش عايزين نضحب أي حاجة هذه نلعب الكاس القديم والكاس الجديد وكاس الرابطة ونلعب الدوري طيب الاتحاد الأفريقي النهاردة بعت للاتحاد المصري منحة الانتظار لغاية 31 سبعة لتسمية الأندية اللي هتشارك في الدورة الأبطال والكون في درالية لكن 31 سبعة هيكون الدور المصري لسه كمان قدام منه شهر على النهاية يعني فيه 7-8 مطشات عشان يقدر يحسم الدوري كان النائب أحمد دياب قال أنه في الحالة دية حياخدوا بنتائج الدور الأول ما ده كلام مش جديد يعني وفيه أوضاع بتضطرك أنك تاخد خرارات استثنائية بس إنه هو ده أضمن حاجة إنه كل الأندية لعبت مع بعضها فبالتالي نتائج الدور الأول كاملة كل الأندية لعبت مع بعض مش ناقصة غير ماتشة أظن للأهل وسموحة لأهل وجونا لأهل وجونا لأهل وجونا وغير مؤثر إنما ناقصة غير مؤثر على الأربع فرق أقصد أقول إيه أقصد أقولون كل الفرق استكملت خلاص من دورات الدورة كل لعب بشكل متساوي مش ناقص غير الأهل وجونا وأعتقد إنه من شهر الناس ألوا الكلام ده حتى سموا الفرق تقريبا إنه هو في نهاية الدور الأول زمالك أهلي برامز فيوتشر لو فيه فرص يعني زمالك وأهل وزمالك دور الأبطال برامز فيوتشر الكونفيدرالية ولو فيه بقى المشاركة في البطولة العربية للي بعديهم هيبقى سموحة وطلع الجيش دي الترتيبة بتاعة الدور الأول اللي انتهت به مباريات الدور الأول تبقى مباراة الأهل والجونا فقط مش مؤسرة على ترتيب الأربع فرق فوق ولا مؤسرة على فرص للجونا تكون متاحة فالأقرب أنه بس أنت شروط البطولة العربية مضطرة تسميها دلوقتي ولا هاتف لا لسنا ما بعتوش طيب فأنت في كل الأحوال عشان كده دي ممكن بلع لمعيار مختلف عن أفريقيا هتعتمد الدور الأول كمعيار حاكم للمشاركة الخارجية الأفريقية الأفريقية في دور الأبطال وكاس الكونفدرالية وده ربما يحسم الجدل ده المصار حاليا لكن ده في انتظار قرار سواء من الاتحاد أو من ربطة الأندية ترجمة نانسي قنقر